النتائج ما بعد الاختيال يعني الميليشيات في العراق أصبحت كثيرة الآن ونحن نتحدث هناك ثلاثة ميليشيات أو أربعة تم الإعلان عنها في الأسبوعين الماضيين وبدأت تقوم بعمليات ضد أرتال لوجستية وغيرها تحشيدات كبيرة جدا أمام القواعد الأمريكية لم يكن هذا الوضع على هذا الحال قبل اختيال قاسم سليماني يعني لم تكن الأمور بهذا الشكل تبدو الأذرع تتمدد وتصبح أكثر شراسة وأصبحت أكثر شراسة بعد هذه العملية يعني ألا تعتقد هذه الوقاعة التي أذكرها لك تؤكد بأن هناك إخفاق استراتيجي قد يؤدي لإدارة بايدن التي تريد الانسحاب فعلا الانسحاب من المنطقة عزيزي أحمد هذا البقاش دائما يتم عندما تستارنا الأهداف وهل يتم تصفيتها أم لا هذا أيضا ليس سرا عندما كانت الدولة اللبنانية مستباحة من تنظيمات لديها ولاء وبوصلات في كل العالم سوى فلسطين التاريخية ماذا جرى؟ جرت أيضا سلسلة من التصفيات أو الاغتيالات هل حققت تتاجم لا؟ هذا السؤال مفتوح للتاريخ لم تقم سلطة للمقاومة لا في الأردن ولا في لبنان وها هي تفشى أيضا في غزة وفي رمالة أنا لا أريد أن أقحم الموضوع الفلسطيني الإسرائيل في الموضوع لكن المنهجية واحدة يا عزيزي لا يستطيع أي مدعي أن يدعي أن حزب الله هو نفسه بعد القضاء على مغنية لا يمكن ذلك ولا تستطيع أن تقول بأن الطريقة التي تمت تصفية البغداد فيه وهربوا وفزعوا كما واصف الرئيس ترامب لا تقول أنها لم تؤدي إلى تغيير في قدرة هذه التنظيمات الإرهابية على تهديد الآخر الآن صحيح تفتتت وتشتتت كذلك حدث فيما تعلق في الساحة الفلسطينية تنظيمان تحول أمر إلى عشرات التنظيمات والفصائل بمسميات مختلفة كذلك على الساحة العراقية على الساحة اللبنانية أيضا هذا التشتت لن يؤدي إلى فقدان المصدقية سيؤدي إلى مصدقية حتما لأن الشعارات واحدة الأهداف السياسية الواحدة يعلم الجميع أنها مجرد تنظيمات صورية يراد منها تخفيف العبء على الرئيس والممول الأساسي سواء كان في طهران أو من نصبته طهران على صدر الشعب العراقي من ممثلين يزعون أنهم عراقيين وهم غير عراقيين بالتأكيد لأن الولاء ليس للعراق فأعتقد الآن يا عزيزان الصورة والمعادلة اختلفت هذه عمليات التصفية ستستمر لأن معركة وكافحة الإرهاب هذه طبيعتها ولكن لا ننسى الجانب الإعلامي وهذا خطورة ما تقومون به سيدي هي التوعية حتى يفكر الشباب خاصة الشباب الآن أنا قبل أيام قرأت خبر أرحبني عن نسبة تفشي مخدرات في العراق يا خسارة هذا العراق الجميل المفعن في الحضارة وحب الحياة كيف يقبل عن موت في ضمن نظام ديني يعني يدعي أنه ديني سواء سني ولا شيعي هذه كارثة يا عزيزي هذا يؤكد لك أن المادة الأساسية هي الوعي إذا تمكن الشعب العراقي من أدوات الإعلام أو على سحة أخرى لا أقول فقط العراق بتوعيد الشباب لن يجد هؤلاء الذين يتجيرون في الدين والسياسة والأوطان لن يجد لهم رجالا تقاتل عنهم